هل يخرج الميت من قبره يلاحق صراق الحياة أم أنه الشهيد الذي يقتل بمجزرة والمجازر كثر يخرجون من القبور هذا اعتقاد لا يؤمن به إلا العبثون بروح العراقيين ولو أن لهم أياد جاءت تدعمهم من الخارج فتقتلهم بدم بارد وهذا حديث توثقه الصفاحات والمنصات يغرد جمع من الشباب أن دعما من دولة جارة يخرب شوارع العراق جاء أيضا اليوم لتخريب قبر ناشط عراقي شاب قتل في مجزرة الناصرية في نوفمبر الماضي الموت إذن والحياة صنوان في حسابات الجبناء لذا فإن انتصار الحق دوما هو سيد المواقف حتى وإن كانت ساحة المعركة على أرض المقابر المتطوعون سرعوا إلى إعادة ترميم قبر النبشه مخربون القبر يعود إلى الشهيد المتظاهر عمر سعدون جرائم توثقها في كل مرة مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي فتفضح عبثا يدخل بيوت الموت للحياة فقط يلا الله ياكم يلا الله ياكم ممنوع واحد القبر عمر الله ياكم الغضب العراقي أدان جماعات متطرفة تحقق أجندات خارجية تذكي الفتنة وتحيل التطرف إلى الساحات وتنشر الرعب في قلوب الأهالي وتضرب بعرض الحائط احترام الدين واحترام الميت قبل الحي وإكرام دفنه غضب امتد على مدى عام حدثت قبله مزارة مقتل الستمائة متظاهر وأكثر في أحداث نطق بها العراقيون صوت الحرية لتحقيق مطالبهم وهذا ما يكتب بدم الشهداء على جدار الوطن وبحروف تنطق اليوم أمام الحكومة مطالبة بصون كرامة العراقيين وحقن دمائهم وإنهاء تدخل الغريب وما حكاية تخريب قبر شهيد إلا خير دليل على أن الجبناء يخشون الحق سيما عندما يلف الجسد العراقي في الموت والحياة باسم العراق اشترك في البقاء اشتركوا في القناة